السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. زي ما حارفين فيه انفجار كبير. محدش يتخد. لا اهو انفجار في التولز اللي شغالة في زكاة الصناعية. لان كل الشركات بدأت تدرك انها ممكن البساطة ينسحب من تحت رجلية وتطلع على شركة صغيرة خالص تشغل في زكاة الصناعية وتسحب شغل منها. يعني اغلب الشركات اللي شغالة في مجال الكونستركشن او في المقولات اللي بحكم انها لاعرف او الزكاة اللي شغالين فيها. عملوا اجتماعات مغلقة بدأوا يدرسوا ازاي ان احنا نستخدم المساكات الصناعية في البراهنج بتاعتنا. بدلا ما تيجي شركة تبدأ تعمل برنامج ودي تسحب البساطة والناس كلها تروح لها. طيب تعال نبدأ نشوف لو احنا مسلا بنتكلم على الريسيرش او انت عايز تسأل عن حاجة. فبنلاقي عندنا open ai. بنلاقي عندنا جيميناي. بنلاقي عندنا co-pilot. كل دي تورس تقدر انت تستخدمها بشكل كويس جدا. والبقى ممكن تجربوا. كوهير مثلا كويس وكذا. فممكن تلاقي حاجة انت تحبها. تمام? هاجنج فيس ده موقع open source الناس تقدر ترفع على المشاريع. فكل دول هتلاقي هاجنج فيس بيحتضنهم او بيسمح لهم لهم يكونوا موجودين. يعني حد لسه قبل يعني موقع خاص بيه عنده حاجة معينة ممكن يبدأ يجربها. والناس تجربها ولو كويس يبدأ ان هو يعمل لها اطلاقها. هنيجا نشوف بقى لو احنا مثلا بماركتنج او كوبا اديت. طبعا عن ممكن استخدم open ai وجيميناي وكوبايلوت في كل الحاجات دي. لكن دي ادوات متخصصة اكتر او ما بتعملش غير كده. ان هو يكتب لك وصف المنتج او يكتب لك حاجة مقالة مثلا. فدي طبعا احنا جاسبر كويس كوبا اي اي كويس. اي حاجات اللي احنا شرحناها. يعني ده لما بعرف حاجة باش رح. فأتكلم عن حاجات اللي انا جربتها. طيب ايش هدبوت ان انت ادبع تتكلم مع هد سواء كتابة او صوت. وما تحسش ان انت بتتكلم معروبة لا ده انسان حقيقي. لا لا اكيد ان انسان حقيقي هو بيرد علي. فاحسن مواقع انا شفت الصراحة. كاراكتر اي اي. كاراكتر اي اي بتفترض شخصية معينة او ما كان معين او ديانة او اي حاجة. وده بتكلم مع اي. يعني انا عايز اكلم مع ابن سينا مثلا مع ابن روشلي مثلا. فتقدر ان انت تخش ان انت تسألهم اسئلة زي ما انت عايز. دي بقى سيلز كاستمر سببورت. ان انت ممكن تخليه هو اللي يجاوب على الناس وحاجات زي كده. فعندنا اوت بلاي. عندنا سمارت رايتر. عندنا كوهير. كوهير برضو موجود هنا. طيب النوليج ارجونيزيشن هنلاقي ري وايند في السيرش انجين. موقع اسم يو. هو اسمه كده يو. برضو في شوات حكتر جدا بيزا كالصناعي ممكن نساعدها في كتاب الكود. لو احنا بنتكلم على الليجل هارفي. الانتاجية موشن كويس جدا في الانتاجية وريكليم اي اي برضو كويس. بالنسبة للصور عندنا 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 لينواردو اول حاجة عندنا ممكن اي او بين اي برضو حاطت في تولز اصبح موجود ننتقديل اللي هو دي ال اي. طيب عندنا الديزاين عندنا عندنا فيس كوم عندنا بولي. بالنسبة للموضة مجرد توم شويفا كان في بكاتب لك قلة. للنسبة للفيديوهات رانوي كان اول موقع دخل بقوة والغاية دلوقتي بيحصل له قضيت بشكل دوري. فهو اعتبر احسن حاجة موجودة دلوقتي. وطبعا شركة ادوب. شركة ادوب بتنزل كتير جدا تولز اكترة في المنتجات بتاعتها. دي الحاجات الخاصة بالسوت. الميوزيك. هنا بقى كود. ري بيلت ده كواس جدا. صاحب الشركة اردني. فمنتزل نحن ندعم المنتجات العربية. هو ممكن في امريكا لكن هو اصلا اردني. جيت هوب كوبايلوت. البلاتفورم اللي انت ممكن تساعدك في كتاب الكود. قولن هاجينج فيس من الحاجات القوية جدا. دي بقى حاجات خاصة بالداتا الاناليسي زي سيك. الديكومنتيشن. الويب أب. دي بيلت. حاجات خاصة بيه الالعاب. الجيمينج بلاتفورم. ممكن تبدأ تشوف اسم مثلا معين الحاجة بقرابة من الشغل بتاعك. وتبدأ تابن على سيرش تبدأ ان تتشغل بيها. ده الجنراتي في اي اي ماركت ماركت طب ماب.